خليني أقول لحضراتكم إن إحنا مصممين ومبهورين وعندنا عزيمة كاملة جداً وإرادة كاملة جداً إن إحنا نواصل التحقيقات الخارجية اللي إحنا بنقوم بها هذه التحقيقات الحقيقة بتدينا دفعة كبيرة جداً إن إحنا نتواصل مع المواطن العادي المواطن المسؤول المواطن اللي بيحرك الدنيا في القرية المواطن اللي من خلال مبادرة حياة كريمة الحقيقة اللي عملت انتعاشة كبيرة جداً في القرى اللي دخلت فيها فروحنا قرية اسمها شمة في محافظة المنوفين هذه القرية إحنا رحناها استمتعنا جداً بما قدم من جانب حياة كريمة في هذه القرية شفنا نموذج محترم جداً لمستوى القرى على مستوى الجمهورية كلها لما كنا رحنا قرية المعصارة في المينيا قلنا إن هذه القرية نموذج من نمازج اللي موجودة على مستوى الجمهورية برضو رحنا قرية شمة لقينا إن فيه نموذج مهم جداً لازم نعرضه لحضراتكم ولازم إن إحنا نشدد على فكرة دخول حياة كريمة إلى القرى ولما بالحياة كريمة بتخش القرية ماذا يحرص بالقرية؟ لأن كتير من الناس لسه حياة كريمة ما وصلتش قراها فالناس تقول لك أنت بتتكلموا كده يعني في الهوى لا إحنا مش بتتكلم في الهوى بتتكلم فيه واحدة من أهم المشاريع من أهم المبادرات اللي اتعاملت على مستوى الجمهورية ومن المبادرات أنا ظنني أنه لو حياة كريمة دخلت فيه مش مسابقة لكن دخلت فيه عروض دخلت فيه لقاءات بخصوص لقاءات عالمية مش مصرية بس ولا إقليمية لابتكلم على لقاءات عالمية لو دخلت وفيه مسابقة برضو في هذا الإطار حياة كريمة هتاخد مرتبة متقدمة جداً من ضمن المشاريع العملاقة في الرعاية بتاعة المواطن وفي نفس الوقت أنه بعمل للمواطن خدمة متميزة المواطن بياخد أزيل الخدمة ويحفظ عليه فإحنا دلوقتي بتخش كرة ما كانش فيها غاز ما كانش كان دائما بتعتمد على الاستوانات اللي هي بتاعة الغاز دي والاستوانات دي كانت بتعمل مشكلة كبيرة جداً زي ما حضراتكم عارفين ما كانش فيه صرف صحي للأسف معلش أنا بتكلم في الكلام ده في القرن الـ 22 بقى جاي يعني إحنا بتكلم فيه قرون جاية أنا بتكلم فيه يعني قرن الـ 19 القرن الـ 20 كانت الناس بتتكلم في الصرف الصحي خلنا على القرن الـ 21 الناس بتتكلم فأنا عندي الحقيقة تطلع كبير جداً أنه في هذه السنوات يمكن لحد 20-20-30 يكون كل القرى على مستوى الجمهورية الـ 34 ألف قرية ونجع وعزبة وفيه تاني كده ونجع أو عزبة ونجع وقرية الـ 34 ألف دول إن شاء الله بإذن الله تكون حياة كريمة دخلت لهم تكون المبادرات المشتقة أو اللي دخل حياة كريمة تكون نزيتهم إحنا قابلنا ناس كتير جداً في قرية شمة بداية من أستاذ خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون لحد كل زي ما أنتم حضراتكم شايفين كده أستاذ أحمد وهدان رئيس الواحدة المحلية أحساس محمد وهدان رئيس الواحدة المحلية في النموذج اللي موجود قدام حضراتكم دلوقتي إحنا داخلين المكان اللي فيه شباك الواحد خلي بالكو ده في قرية ده ما كانش يقولنا بننشد إن ده يكون في مدينة دلوقتي عنا نتكلم فيه مرحلة مرحلة تانية من حياة كريمة هتكون في زي ما قال الدكتور مصطفى بادبولي هتبقى تنفذ خلال النصف الأول من عام 24 يعني كم شهر كده ونخش في المرحلة المرحلة الأولى طبعاً مفيش راقم معين محدد لتكلفة الحياة المرحلة الأولى لكن تتعدى تريليون ومئة مليار جنيه حاجة كده يعني ممكن تتجاوز هذا الأمر لأنه احنا كنا بنتكلم كان الدولة بتتكلم عن 600 مليار جنيه إنه برحلة الأولى هتتكفل هتتكلف كده لكن ما حدث إنه فيه الحقيقة تكلفات أخرى من رئيسة الجمهورية أو من سيارة الرئيس في هذا الأمر ناخد هذه التكلفات بتتكلف كتير حصل موضوع تعديلات في سعر الصرف ده برضو أثر كتير حصل أيضا إنه فيه طاقات أخرى من طاقات العمل في القرى الحقيقة بدأت تتفتح فبالتالي ما نقدرش إن إحنا نسيب القرية إلا ما ننجز الإنجاز المأمول فإحنا الحقيقة بنتكلم فيه نموذج من النماذج اللي لازم نهتم بيها نموذج من ده أنا بقول لحضراتكم ده شكل القرية المصرية قرية شمة نموذج دول الموظفات اللي في القرى اللي في الوحدة المحلية دول الموظفات اللي في القرى لابسين لبس واحد طقم واحد حاجة كده يعني تشرح القلب زي ما بيقولوا تخش لأ كلهم منتظمين في عملهم كل سيدة كل أستاذة قاعدة قدام الجهاز بتاعها بتعمل الإجراءات بتاعتها في واحدة من المواطنات قابلناها وفي واحدة تاني من المواطنات برضو قابلناها اللي اتنين عندهم مشكلة في مشكلة منهم اتحلت واحنا واقفين سيد خالد النمر وده هتشوفوها ان شاء الله في التقرير بعد يعني بعد ساعة إلا في الساعة التانية من البرنامج هتشوفوا هذا التقرير اللي نقصده في الحتة دي ان احنا متابعين لكل الحركة اللي موجودة في الشارع المصر ده مهم جدا مهم جدا الحركة الموجودة في الشارع المصر دي مهم جدا انك تبقى مع المواطن انك تنزله الحقيقة انا واحد من الناس مش غوي تكيفات يعني غوي ان انا هنزل وغوي ان انا هروح وغوي ان انا تعب زملائي معايا بس احنا في حتة استمتاع ان احنا ننزل الشارع نلتحم بالناس يعني ما فيش اي مشكلة عندنا خالص نروح قرية نروح مدينة مش ملتزمين خالص بالقاهرة والجيزة والاليوبية اللي هي بيسموها كده القاهرة القبرى يعني بنخرج برا الاطار احنا روحنا النهاردة المنوفية كان قبل كده بنروح لقصر قبل كده بنروح برسعيد قبل كده بنروح اسماعيلية قبل كده بننجد شمال سيناء وهو الاخر فان شاء الله باذن الله الامور وحضراتكم بتشوفوا التقرير تستمتعوا به وتشوفوا شكل من اشكال الالتحام مع المواطن زي بيقول لحضراتكم كده وان شاء الله باذن الله تكونوا مبسوطين لما تشوفوا التقرير جديد